نواصل تغطيتنا لقمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الاندونيسية التي تتم يومها الأول وسط سعود لافت لملف الأزمة الأوكرانية على طاولة النقاش ودعوات لوقف الحرب التي قد تتحول إلى حرب عالمية ثالثة مسودة بيان قمة العشرين اعتبرت في هذا السياق أن استخدام الأسلحة النووية والتهديد بها غير مقبولين وجاء في المسودة أن معظم الأعضاء يدينون بشدة الحرب في أوكرانيا دعية إلى ضرورة تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية وأضافت المسودة أن المجموعة تبدي شغالها بتأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي وخلال افتتاح القمة حضر رئيس الاندونيسي جوكو ويدودو قادة المجموعة على إنهاء الحرب والتجنب حرب أخرى بين القوى الكبرى في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه منع تسييس البيان الختمي لقمة العشرين مشددا على أن بلاده جاهزة للتفاوض لكن أوكرانيا هي التي ترفض التوصل لاتفاق وذلك لأن الدول الغربية تأمر الرئيس فلاديمير زالنسكي بعدم الدخول في مفاوضات مع موسكو لأن الولايات المتحدة والنيتوم منخريطان في الحرب على أوكرانيا على حد تعبيره وقال لافروف أن اتهام روسيا بالعدوان على أوكرانيا استفزاز مقصود لكن في ذات الوقت أشار إلى أن هناك الكثير من الدول لم تنضم للعقوبات ضد روسيا مضيفا بأن عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا مشروعة لكن الرئيس زالنسكي لا يريد السلام من جانبي شدد المستشار الألماني ولاف شولتس على أن أفضل طريقة لتعافي الاقتصاد العالمي هي إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وأشار شولتس خلال جلسة لقمة العشرين بشأن أمن الغذاء والطاقة بأن الحرب في أوكرانيا لها تداعيات وخيمة ويجب وقفها فورا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشارك في قمة العشرين بدأ لقاءاته مع قادة العالم حيث استقبله أولا الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الأمير محمد بن سلمان التقى أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين المنعقدة حاليا في بالي كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة برئيس وزراء بريطانيا ريتش سوناك وعبر سوناك عن أمله بمواصلة بلاده العمل مع السعودية من أجل استقرار أسواق الطاقة سوناك وولي العهد السعودي أعرب عن قلقه ما تجاه التهديدات في المنطقة بما فيها سنوك إيران كما استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد من بالي ينضم إلينا موفد العربية محمد الطميحي برفقة أيضا موفدة العربية فاطمة الضاوي مرحبا بكم فاطمة ومحمد أهلا بكم في نشرة الرابعة دعوني فقط أن أضع العناوين العريضة ربما لهذه المداخلة لكم في بالي هذه القمة تأقد وسط مهددات متعددة للاقتصاد العالمي بدأ بارتفاع التضخم أزمة الطاقة نعدام الأمن الغذائي الركود العالمي المحتمى للحرب التجارية الأمريكية الصينية وللاضطرابات الجيوس سياسية الشديدة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية هل يمكن لقمة بالي استعادة الزخم للاقتصاد العالمي أم أنها ستكون مجرد قمة أخرى لا أكثر من ذلك تفضل خالد أهلا بك وأهلا بمشاهدي الرابعة السؤال جيد كان مجموعة السبع التي تمثل الدول الأكبر اقتصادا في العالم كان دائما يكون عليها تعويل أن يصدر منها مخرجات ولكن الصورة تغيرت خلال الثماني سنوات الماضية بالأرقام إذا ما تحدثنا فقط عن مساهمة الناتج المحلي للصين في الاقتصاد العالمي فهو مرتفع أو بشكل تقريبا بحسب الأرقام الرسمية حوالي 38.6% بينما أمريكا والولايات المتحدة بتساهم في مجموعة في اقتصادات مجموعة السبع فقط بحدود 18.6% فنعم الصورة تغيرت ثقل اقتصادات مجموعة العشرين أكبر بكثير مما هو ممثل في G8 أو G7 وبالتالي هناك الكثير من الأمال المبنية لعلى الأقل الاتفاق أنه نحن في أزمة استثنائية استمرت لسنوات بدأناها من كورونا ودخلنا في حرب روسيا أوكرانيا تداعيتها كانت قوية على جميع أركان الاقتصاد العالمي بالإضافة بالطبع إلى أمن الطاقة وأمن الغداء نعم هذه التصريحات التي أشرت إليها كانت تواضحها بشكل قوي جدا في الكلمة الافتتاحية لقمة العشرين اليوم عندما تحدث الرئيس الاندونيوسي جوكويدودو عندما تحدث بأنه لا يمكن القبول بأن تكون هذه القمة مجرد بشكل أو بآخر حبر على ورق يريد أن تكون هذه القمة قمة بالي تغيير جدري فيما يتعلق باتخاذ قرارات لإنقاذ العالم مما قد ينتظره من مشاكل اقتصادية من ركود اقتصادي عالمي خاصة في السنة المقبلة إذا لم تتخذ قرارات قوية ولافتة ولكن يبقى سوال اللهم هل بالفعل اتخذت هذه القرارات نحن بانتظار البيان الختامي كل التسريبات التي تتحدث كانت تسريبات في موظمها ربما تسريبات سياسية تتعلق بالأزمن في أوكرانيا تتعلق بأمن القذاء أمدادات الطاقة ولكن على هامش كل هذه الاجتماعات وكل هذه اللقاءات يبدو بأن الحدث الأبرز واللافت الذي يؤمن عليه العالم كثيرا هو التقارب الصيني الغربي شاهدنا اجتماعات ليست فقط اجتماع بايدن ولكن هناك اجتماعات أخرى جمعته بماكرون جمعته برئيس الوزراء الأسترالي إذن هناك أكثر من حل أكثر من أزمة نتحدث عن أزمة تايوان المحيط الهادي نتحدث عن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي كان أيضا اللقاء مع مسؤولين أوروبيين آخرين انطلاقا من اللقاء الذي جمعه مع الرئيس بايدن وهذه نقطة التحول ربما في قمة العشرين ولكن دائما نوعية المحادثات محمد تتغير من جهة القوة من يملك القوة اليوم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نقاله جواب اللي ملك القوة هو اللي عنده يلعب دور رئيسي في الاقتصادات والآن هي الصين الصين أصبحت لاعب رئيسي لا يمكن أن نهمشه أو نعطيه أوامر لكي يتحرك على أساسها ونجحت الصين في ذلك إذا ما يأتي بايدن بعد سنوات أن الحكومة الأمريكية كانت تهاجم الصين وتهددها سواء على موضوع الرقائق أو السمي كنداكترز أو تايوان أو ساوث كوريا وتقول نحن الآن مستعدون لإيجاد حلول ونبني منصة لبناء علاقة ثنائية صحية أيضا الصين لربما الآن تمشي نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وأيضا السيادية والاقتصادية أن تبقى لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي النقطة المهمة أيضا أن المملكة العربية السعودية ذرت أن دور آسيا أصبح مهم جدا وهذا يؤكد الجولة الأسيوية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدءا من هنا من بالي أنت مسافر بكرة أو لليوم بنكوك غدا ربما حتى الآن لتغطية زيارة أخرى زميلة ميسون وايض من العربية أيضا في تغطية في كوريا الجنوبية واليابان وهذا يقودني أيضا إلى الاجتماعات الثنائية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان اليوم هنا في بالي بدءا من استقبال الرئيس ودودو له في قاعة مجموعة العشرين والقاعة التي عقدت فيها اجتماعات مجموعة العشرين كان هناك لقاء لافت له أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك تحدث فيها عن موضوع الاتفاق على أن لا تكون إيران مهدد للاستقرار الإقليمي في المنطقة وكيد الملف النووي وأكيد أم الطاقة وهذا أول لقاء يجمع طبعا ريتشي سوناك مع ولي العالم بالسعود الممحمد بن سلمان كان هناك لقاء لافت أيضا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ولن ننسى اللقاء الذي جمعه أيضا مع رئيس رجب طيب أردوغان ولكن أيضا اللقاءات الجانبية التي عقدت سواء في قاعة الاجتماع أو في حفل الغداء أو في حفل العشاء الذي شهدناه قبل قليل نلاحظ أيضا اجتماعات ثنائية وحديث جانبي أكثر من مرة تكرر حديث الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي ماكرون مع المستشار الألماني أولف شولز أيضا مع عدد من المسؤولين كما تابعنا في اللقطات بمن فيهم الرئيس الصيني شي جيم بينك بالمناسبة كيف تابعت يا فاطمة العرض الختامي لليوم الأول من القمة خاصة فيما يتعلق باحتفال الرئيس ودوده بالمشاركين في قمة العشرين أجبوني الألوان الأقمسة للابسين الرؤساء خالد دخلوا قادة دول مجموعة العشرين وكل واحد لابس قميس من الطراز الأندونيسي بلون مختلف هم يحبوا الألوان اللي شوية يكون فاقعة إما أصفر إما فوشيا إما بينك إحنا حاولنا أنه كان جيتون لابسين خميس على الهواء بناشط رابع تجنون لابسين أصفر راح أحاولت ولكن ما وجدت المقاس المناسب طيب أنا خلوني فقط أختم بسؤال إذا سمحته بس فقط يمكن هو عن هذه القمة وما يمكن أن تتمخض عنه يعني يمكن في 2015 بعد حرب القرم وأنا هنا أتحدث عن الجوانب السياسية اللي كان لها تأثير على الجوانب الاقتصادية ألقت بضلالها بشكل كبير على كل الجوانب الاقتصادية النمو وغيرها من الأمور وعانى العالم وما زال يعانى اليوم في حال لم تكن هناك حلول ربما للحرب الروسية الأوكرانية وإذا كانت هناك مشكلة أخرى ربما تأتي نتحدث عن احتمالات أن يشهد العالم كذلك حرب أخرى قد تكون أقسى وأصعب اللي هي حرب صينية أو حرب الصين على تايوان هنا كيف يمكن أن يتضرر الاقتصاد للعالم وإلى أي مدى هناك تعاطي من خلال هذه القمة مع هكذا احتمالات خطيرة محمد وفاطمة خالد لربما تصريحات اللي سمعناها من القادة خلينا نبدأ بالصين ذكرت مخاطر الحرب الصينية مع تايوان هذا أتى على لسان تي جينبينغ أنه فعلا الآن سوف يراجع هذه العلاقة وأنه بدأ يسمع إلى الجهات الغربية أو الولايات المتحدة بإيجاد علاقة أو خلينا نقول معادلة العاقة الجديدة التي سيرسمها مع تايوان وبالتالي هذا هدى السوق وشفنا الأسواق الأسيوية مرتفعة صباح هذا اليوم كان في تفاعل قبل المستثمرين اللي راقبوا هذا الاجتماع لأول من نوعه منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة كإشارة إيجابية أنه فعلا الصين أن العلاقة بدأت تتغير الأفضل هذا من جهة من جهة أخرى على حسب التسريبات في مسودة البيان الختامي المفروض يصدر غدا أنه أول مرة بنشوف لربما تحذير أو إجماع من معظم أعضاء مجموعة العشرين بيدينوا الحرب الروسية في أوكرانيا طيب ولكن هذه الإدانة يا فاطمة تختلف كثيرا عن الإدانة التي قد نسمعها كانت تسريبات أن تدان الحرب الروسية في أوكرانيا معظم القادة وبالتالي خرج وزير الخارجية الروسي لافروف وتحدث عن أن هناك محاولات بالفعل لإدانة روسيا بشكل مباشر وبالتالي لن يصدر بيان من هذا النوع الكل يتحدث عن الحل السلمي في أوكرانيا كيف هذا هو الحل؟ هذا هو الاختلاف وبالتالي إنهاء الحرب في أوكرانيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ولكن ليس كما يريد الاتحاد الأوروبي ليس كما تريد الولايات المتحدة بإدانة واضحة لموسكو فيما يتعلق بهذا الحرب ولكن هناك ملفات نختم بها وهي ملفات بارزة فيما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية الجانبية التي تساهم بشكل كبير في تراجع التضخم في مساعدة الدول الأكثر فقرا فيما يتعلق بالدور الذي تقوم به مجموعة العشرين وليس فقط الأزمة في أوكرانيا والعلاقات مع الصين كيف ما لاحظنا محمد كلمة أمن تكررت كثيرا أمن طاقة أمن غداء وسلم أيضا تكررت كثيرا والتالي نتأمل أن هذا الاجتماع في بالي جزيرة الآلهة كما يصفها السياح والأندونيسيين يطلع منها نتيجة إجابية هذه المرة ودائما نتعافى معا ونعود بشكل أقوى كما تقول قمة العشرين في بالي خالق شكرا جزيلا لكم وبالتأكيد سيتابع معكم الزملاء في نشارات لاحق كل تطورات هذه القمة من بالي محمد الطميحي وفاطمة الضاوي وبالتزامن مع قمة العشرين أكد السفير الإندونيسي لدى السعودية دكتور عبد العزيز أحمد في مقابلة مع العربية أن العلاقات مع السعودية شهدت تطورا كبيرا في الآوانات الأخيرة كذلك المترجم للقوة ترجمة نانسي قنقر